صباحكم نور أعزانا ومتابعين على صفحتنا على نورسات جوردان وعا تلفزيون نورسات تليل ومير بنصبح عليكم اليوم بهذا النهار المبارك اللي بتمنى يحمل الفرح والطمأنينة والصحة والسعادة للجميع وخاصا على الطرقات لأنه كمان اليوم أزمة يعني طرقات غير غير معهودة ما بعرفش هي الأسباب لكن الله أعلم ما كان لفي حوادث ولا شي على الطريق لكن كانت في أزمة كتيرة وتأخرنا على ضيفنا شوي لكن الحمد لله بمعونة ربنا زي ما بحكوا ضلتنا أصلي طول الوقت وأنا على الطريقة أوصل على الوقت لكن الحمد لله على الوقت تماما ومنرحب بضيفنا بالستوديو معنا الأستاذ الصديق اللي بعتبره الصديق الصديق الأستاذ وائل سليمان اللي هو رئيس جمعية كاريتاس المدير عام كاريتاس الأردن رئيس ومدير كلنا رؤسة كلنا هاي وبعدهم تحكي لك اليوم عيد المعلم اليوم صح صح فعلى هاي بقولوا إن كلنا معلمين وبنتعلم من بعضهم نعلم فكل عام وكل معلم بألف خير يعني هذي كمان رسالة اليوم نوجيها لكل معلمين المدارس وخاصة بعد الجائحة كورونا يعني عملوا مجهود جدا جبار السنة الماضية في التعليم عن بعض وإنهم قدروا يمروا السنة الدراسية على خير والنتائج الباهرة كمان اللي شهدناها النتائج التوجيهي وصدفنا كمان اللي الصبايا والشباب المبدعين اللي جابوا علامات عالية وإن شاء الله الآن كمان خرجت بعتقد اللوائح أو القوائم القبول في الجامعات فإن شاء الله بيقبولهم بالجامعات بالمواد والتخصصات اللي بيطمحوا إلها يخبرون عنهم إنهم حصلوا اللي بدهم إياه وحصلوا أمنياتهم في المقاعد الدراسية في التنافسي أو غير تنافسي فالمعلم كل عامته بخير والطالب الناجح والنقبل بالجامعات ألف مبروك بالتوفيق يا رب ووائل إحنا كثير كثير شاكرين اليوم وجودك وحضورك معنا بالستوديو نورسات سعد صباحي وصباح كل أخوتنا المشاهدين الله يساعدك يا رب ونحنا طبعا كعادتنا منصبح على كل الأشخاص الموجودين معنا على البت المباشر اللي بصبحوا معنا كمان وبيزيدونا كمان نور على نور فمنصبح على كل خضر قواس يسعد صباحك صباحك نور وعابير فخوري وميري كرياكوس وإيفون حتر الام فادي وريما نصروين وأمل سلمان وعبير ما جدا عبير ما جدا عبير ممكن الإسم مش عارفة أقرام نحن نصبح عليكم طبعاً مثل العادة كمان أيضاً نحكي كل نشاطاتنا خلال الفترة اللي كانت الأسبوع الماضي من خلال نشرة الأردن في أسبوع اختتام المخيم الدول الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط يعطيهم العافية طبعاً كانت في احتفالات حسب الليتورجية ورزنا مثل الأرتوديكس احتفالات عيد رفع الصليب المقدس فكانت احتفالات كبيرة وكثيرة القبة الجديدة كمان تعتلي كنيسة الأقمار الثلاثة اللي هي للأرتوديكس برميمين وقبة جميلة طراحة رائعة صح تم بناءها والمبنى جميلة فكرة إن شاء الله يا ربي يتمم على خير وربنا يبعد زي ما بقوله عساس يتمموها مادياً ومعنوياً ونشاطياً واجتماعياً للكنيسة حتى ما هي للأبناء الكنيسة عشان يستمتعوا فيها خاصة إنها تقع في مادة من أجمل مناطق الأرتوية طبيعة الاحتفال بعيد الشكر السنة ويوخدمي التثبيت من كنيسة الفاد الإنجلية منقول للصبايا والشباب اللي اتبتوا ألف مبروك وأيضاً هناك كمان القديسة الإلهية اللي كانت في رعايانا من كنيسة كانت اليوم السنة الأسبوع هذا محظوظة كنيسة القديسين قسطنطين وهيلان الروم الأرتوديكس نقلوا أداس منها هذا الأحد مرج الحمام وأيضاً كمان عيد القديسة فرانسيس الأسيزي اللي هو شفية نورسات مكتب الأردن كمان فكل عام انتم بخير ولكل الأشخاص اللي بتحمل اسم فرانسيس وأيضاً هناك خبر جداً يعني منحب نخبر فيه خاصةً اللي بيسمعونا وبقولونا عن بث التجريبي والبث التجريبي البث التجريبي هي كل نشاطاتنا خلال الفترة الماضية خلال السنوات الماضية طبعاً عندنا أرشيف كبير من الترانيم الميلادية ترانيم الأصرف الصحية الأمسيات وأيضاً الأشياء كمان الترانيم والفيديو كليبات اللي هي من إنتاج نورسات الأردن وأيضاً هناك كمان برامج قامت فيها نورسات الأردن مثل برنامج كلمة الله اللي هي للقديسة ماري ألفونسين عملنا برنامج وفيلم وثائقي عن حياتها وأيضاً برامجنا الصباحية وبرنامج عينون على المشرق كل هذه البرامج قلنا نعمل بث تجريبي مثل تلفزيون أونلاين وإن شاء الله يعني مستقبلاً أنه يسمحوا لنا نطلع على التلفزيون ويصير عندنا نورسات جوردان إن شاء الله فهذا كمان طموح نحن بنرغبه فهلا إحنا في زي ما تقول بفترة تجريب ننتمرن إنه عنا هالمواد ونظلنا مستمرين لحد الآن مستمرين مدد ست ساعات وعما نعيدهم فترة النهار وفترة الليل معظم اللي عم نبدته تعهد ترانيم والناس حبي هذا الشيء يعني يحطواه ويصمقوا معاهم ترانيم كل النهار ومش تنافسي على الشغلة وهيك لكن عنا مواد منحب انه نشارككم فيها وخاصة كمان نعطي كريدت كمان للاشخاص اللي اشتغلوا هذه المواد انهم يحضروها مرة ثانية فالبث التجريبي هذا هو قصته للي بيسأل شو هو البث التجريبي فانت بتقدر تحطه بالسيارة بتحطه على الموبايل تبعك بتضلك تسمع تنانيم زي ما بيدك فان شاء الله بنكون ناجحين بهذه التجربة ونحقق رغباتكم في انكم تسمعوا وتحضروا كل شي مفيد هلا مع الضيف العزيز طبعا ناخد البركة بركة اباءنا اللي عم بيحضرونا انه يعطونا البركة في هذا النهار المبارك ممكن نطلب من واقل يعمل لنا صلاة صغيرة نحنا بيحضرونا عادة ابونا جورج بيكون هونو بيعطينا البركة فنحنا هلا بنستفقده لابونا جورج بنقول له لابونا جورج منستفقدك فبركة ربنا معنا في هذا النار وفي هذه الحلقة اللي بنستضيف فيها شخص عزيز علينا شكرا استاذ وائل سليمان استاذ وائل اذا بدنا نسأل نقول مين؟ وائل حلو سواء وائل انت يعني مدير جمعية كاريتاس الاردن بس تحكي لنا عنك كشخص متزوج شخص طبيعي عادي يعني انا اولدت بحارة بسيطة بكنيسة قرب كنيسة مار يوسف للاتين كنت ملتزم بالكشاف وبالشبيبة كبرت باجواء عائلية مسيحية والتزمت بعد فترة مع حركة الفوكولاري والتي هي روحانية موجودة بالكنيسة الكاتوليكية وبسنة الالفين انا دخلت للكاريتاس لتأسيس مشروع المتطوعين بالرعاية وكان إحدى مخرجات أعمال السينودوس ببيت لحم كان هو تأسيس لجان تطوعية بالرعاية وأنا بلشت مغامرتي بكاريتس بسنة الألفين بهذا المشروع اللي اشتغلت فيه ست سنوات قبل ما أتحمل جزء من مسؤوليتي بهاي الكنيسة الرائعة اللي موجودة في الأردن كمدير للكاريتس أنا متزوج وعندي أربع أولاد شاب وثلاث صبايا فادي السنة هاي توجيهي نعم مريان صف عاشر ميرا صف تاسع ومايا صف تامن ما شاء الله الله يخليهم تفرح منهم يا وائل أنا بتذكر وائل كنا نعم أنا كمان أيضا كمان الفاكلاري وأيضا كنت أشوف نشاطك يعني نشاطك المميز يعني الإنسان لما بيتطوع أو بيعطي نشاط يا بيشارك كمشاهد ومتفرج وماشي مع هالطيار بس لكن أنت كان كنت مبادر دائما في أنك تعطي أفكار وتحقق وتشتغل عليها الأفكار فكان هذا بشخصيتك شي مميز زائد الروحانية التي تتمتع فيها يعني لما كنا نصلي وكنا بالمخيمات فكانت روحانياتك دائما ملفتة بشخصيتك هذا كشخصية أنا يعني مش بدأقول شهادتي مزروحة فيك لكن أنا هذا شفته قبل ما يعني من سنين وأنت حتى كنت شاب صغير يعني إنساني تخدم وتساعد الآخرين ما هي الروحانية وما هو المعنى من العطاء أو التبرع أو المساعدة الإنسانية أو أعمال الرحمة مثل ما ذكرها قداسة البابل فرانسيس لما أعلن سنة الرحمة أهمية الرحمة الإلهية والرحمة الإنسانية بناتنا نحن هلا أنا بحكي إنه مثلي مثل أي حدا كبرنا بالرعاية وربينا بالرعاية وبالشبيبة وبالكشاف أنا بظن نحن الأردن هو بلد مميز كأردن قبل ما أحكي عن كنيسة الأردن هو بلد مميز من سنة التمانية وأربعين هذا الشعب الأردني الطيب عم بيستقبل ضيف ضيوف كتار مرأوا خلال آخر سبعين سنة اتعاملنا معه كشعب أردني كضيف مش كلاجئ وهاي ميزة موجودة فقط بالأردن كل دول العالم تعتبر اللاجئ لاجئ أو الغريب لاجئ إلا الأردن بيعتبره ضيف وهذا إشي ميزة موجودة بالإنجيل موجودة بالكتاب المقدس إذا منذكر قصة السامر الرحيم يعني وكيف تم المعاملة ويسوع لما ذكر هاي القصة أنا بشوف الأردن كبلد تشبه هاي القصة وكنيسة الأردن بتشبه هاي القصة كتير لأنه إحنا عيشنا كل الخبرات من طفولتنا الكشاف مظبوط هو تنظيم رائع بجنن بينمي شخصية الفرد على الانضباط على احترام الآخر على احترام الوقت لكن فيه رحمة إحنا من إحنا بالكشاف إن إحنا صغار كان عمل الرحمة هو جزء الأكبر من حركة الكشاف الشبيب نفس الشيء الكلمة حلوة الكلمة اللي جاي من الانجيل رائعة واللي منسماحها يوم الأحد من الكهنة رائعة بدها تطبيق عملي نعم كنيسة الأردن كانت حقيقه من خلال كل المجموعات اللي موجودة بالكنيسة دون استثناء يعني كل المجموعات بكل الكنائس بالأردن هذا إشي ميزة عظيمة هلأ بجوز بكاريتاس الموضوع مختلف إنه هو عبارة عن عمل إنساني منظم نعم وهذا بحكم إنها مؤسسة مش بحكم إنه هي مجموعة أشخاص بلتأوا كل فترة هاي مؤسسة وفيق لها أنظمة وقوانين ومطلوب منها إنه تعمل عمل إنساني منظم نعم هذا هو الإشي الوحيد الفريق لكن ككنيسة بالأردن وكمجموعات كنسية بالأردن أنا بظن إنه هاي شهادة حق لازم نحكيها على مستوى العالم نعم نحن مميزين جدا بهذا الموضوع نعم سوري أستاذ وائل إن شاء الله أمور تمام نحن بها أستاذ وائل دائما أنتم يعني بحس إنه الجانب الإنساني بستنزف طاقة مشاعر الشخص خاصة اللي بيشتغل بهذا العمل اللي هو منسميهم الانجي اوز اللي هي النن بروفيت الانجي او الشركات او المؤسسات الخاصة الغير حكومية وأيضا الغير ربحية يعني إنه بس فقط مساعداتها تساعدنا دائما بتستنزف طاقة الشخص خاصة للمسؤول كيف بتحس إنت لما مثلا تستلم طلبات المساعدات من هون ومن هون كيف رأيك وائل يعني مشاعرك لما بيشوف هالكم الهائل من الطلبات الإنسانية والمساعدات وفي عندك عمل زي ما انت بتقول منظم ومؤسسي يعني ما بتقدر على كيفك تعطي حتى لو انت شعرت مثلا ببعض المسؤولية أو المشاعر الإنسانية لكن هذا العمل المنظم كيف بيأثر على قراراتك في اختيار من هم المستحقون المساعدة؟ هلأ المستحقون يعني لازم أعترف اليوم إنه الخطأ البشري باختيار الأحق هو موجود نحنا يعني اليوم بكاريتاس وأنا أحكيها كمسؤول وكمدير عنا أخطائنا بحكمنا الشخصي مرات على الحالات لأنه نحنا كمان من لحم ودم مرات نحنا نتأثر من قصة معينة ومنساعد هذا الشخص وبعدين منكتشف أنه لا يستحق المساعدة هذا إشي موجود يعني وهذا خطأ له نسبة مئوية وموجودة وبشكل يومي نحنا مؤسسة كبيرة اليوم نحنا عم نحكي عن كاريتاس فيها 370 موظف فيها 22 مركز من تشرين بكل المملكة بعياضات صحية بأطبة بممرضين بباحثين اجتماعيين أكيد النجاح اللي صار بسبب أخطاء وفشل متكرر هذا وصلنا للنجاح بسبب أخطائنا مش بسبب نجاحاتنا يعني اليوم الخطأ موجود أصعب إشي هو أنت أمام حالات إنسانية تعجزي أنك أنت تساعدهم هذا هو أكثر أنت سألت على الشعور هو أصعب شعور أن يكون في عندك 500 شخص بحاجة وأنت ما تملكي لخمسين لازم تأخذي قرار أنه تساعدي خمسين وتحرمي 450 الأربعمية وخمسين بشكل طبيعي أنا بحكي يعني الكثير منهم بانتقد أنه أنت ساعدت الخمسين هنا لا يستحقوا إذا ساعدنا الخمسين من الأربعمية وخمسين رح يجي أربعمية وخمسين تانيين ينتقدوا أنا بظن أنه اليوم نحنا أمام مشكلة كبيرة أنه إحنا مؤسسة ولسنا دولة نحنا جمعية ولسنا دولة نحنا جمعية عندها أنظمة وتعليمات بشرف عليها مانحين موجودين عندنا هن اللي بشرفوا على العمل ضمن إجراءات وآليات مرات أنا ما بتعجبني على المستوى الشخصي لكن أنا مجبور لأنه هيك نظام المؤسسة لكن أصعب شعور أنا بأكد لك اللي هو أنه شخص أمامك هو بحاجة وأنت عاجزك كمؤسسة أنك تساعدين لكن بنفس الوقت لازم أحكي أنه من الثلاثمائة وسبعين الموظف المبدعين اللي أنا جداً بحترمهم وهن رسل محبة وسلام وينما هن كانوا بالرغم من أخطاؤهم ما في إنسان يعني بكفي شخصي بكفي شخصي واقف قدام لمرأي بقدر يفهم قدي في عنده أخطاء يعني ما وحتى بالإنجليل المذكورة انتبه انتبه إنك تحكم على على الثاني لأنه بالأخير طلع على حالك وحكم على حالك أنا بحكي أنه اليوم كوادر كاريتس تعمل مبادرات شخصية وفردية بالعلاقات اللي موجودة ومنعمل كل جهدنا ما يطلع حدا من كاريتس وما يغادر حتى لو بالحد الأدنى من المساهمة يعني ممكن إحنا ما نقدر نغطي حالات معينة لأنه الحاجة كبيرة واللي متوفر صراحة موجود موجود وبقدرش أحكي مش موجود لكن ما بيكفي للكل يعني أنا برجع إحنا قدمنا تقريرنا السنة لسيدنا البطرك بير باتيستا اللي هو باعتبار رئيس كاريتس والأردن هو الرئيس نعم هو الرئيس هو الرئيس نحنا قدمنا له التقرير من شهر تقريبا هو زارنا وقدمنا له التقرير السنوي إحنا السنة الماضية 220 ألف خدمة قدمت كاريتس بالأردن هذا مش رقم مش رقم إحنا اخترعناه نحنا في عنا كوادر بالموجودة بالأي تي اللي هني بتطلع عداتها من كل المراكز كل شخص بدخل على كاريتس بتسجله تسجيل كامل ومعروف لدينا مين هو تقدم 220 ألف خدمة يعني حجم معناته العمل تبع كاريتس كان كبير لكن ممكن الحاجة كانت أكبر لكن هاي القدرة اللي إحنا قدرنا عليها أستاذ واقل قديش شو ميزانيت كاريتس معلش بهذا السؤال السنوية خاصة إنه مرة نشرته بشكل عام طبعا طبعا أكيد تمسك عليكم هذا ممسك لما الناس شاهدوا الأرقام فصار بتقول لك هاي أرقام موجودة ليش ما توزعت علينا صحة يعني لأنه كانت بالملايين يعني واستل بالملايين هلأ أنا بحكي موضوع إنه الإشي اللي مرات كمان مش مفهوم لبعض من الناس يعني ونحن صراحة بحكي أنا صعب نضيع وقت بالتبرير للناس شو كيف تشتغل كاريتس لأنه أنا بحترم كل الناس وبقدر كل الناس لكن هاي مؤسسة مستقلة هاي مؤسسة إلها تبعية بكاريتس العالمي إلها تبعية بكاريتس إقليمي إنه وهي مسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات اللي مسؤولة عنها رقبيا هن مش الناس هن أصحاب العلاقة بس مش الناس بس أنا بجاوب على السؤال لأنه هي الموضوع مرتبط بحجم تمويل من مانحين إحنا عنا 35 جهة مانحة بالعالم الميزانية كانت للسن الماضي حتى اللي قدمناها لسيدنا البطرق كانت عبارة عن 15 مليون دولار اللي كانت ميزانية للسن الماضي اللي قدرنا قدمنا فيها 220 ألف خدمة أنا لما أحكي 220 ألف خدمة شو هي نوع الخدمات بذبت يعني بدي أبدأ بالخدمات الطبية احنا عنا مراكز منتشرة بكل المملكة احنا منحسب الشخص اللي بدخل بأخذ خدمة عن طبيب عام عن طبيب أسنان بنصرف له علاج دواء بتساهم معه بجزء من عملية أقصاد طلاب مدارس منساهم بجزء احنا ما منغطي كامل القصد لأنه هاي الأنظمة والتعليمات اللي أنا بحكي عنها اللي جاي من الجهة المانحة احنا منساهم بجزء لعدد معين من الأطفال وبعدين عندنا مساعدات إنسانية اللي هي خلال السنة في عدة حملات نحن في عندنا هلأ حملة الشتاء عم بتم الترتيب لإلها نحن في عندنا حملة للمجتمع المحلي وفي عندنا حملة داخل الرعاية بالكنائس نحن في عندنا حملة حتى بعيد الميلاد بعيد الفصح برمضان شهر رمضان لفضيل عندنا حملة عندنا حملة الحقائب المدرسية هي صراح حقائب قرطصية ومش مدرسية لأنه هي عبارة عن حقيبة فيها قرطصية نحن هلأ عم نختتم آخر أسبوع بتوزيع حقائب قرطصية نكون وزعنا 60 ألف حقيبة على كل المملكة من خلال مؤسسات وجمعيات ومدارس فالمؤسسة لما برجع بحكي ميزانيتها أكيد كبيرة نحن عنا 370 موظف وحجم المراجعين يوميا من ثلاثة لأربع تلاف مراجع بزور مراكز كاريتاس أكيد بدنا نوضح أنه اليوم المؤسسات الإنسانية بتشتغل حسب التمويل اللي بيجيها هذا التمويل موجه اليوم وأنا بحكيها بأريحي نرجع لمسأل السامير الرحيم هي موجه لأخوتنا السوريين اللي اليوم هن عندهم الأزمة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط واللي فيه تمويل خاص وموجه لها دول الأشخاص لكن نحنا كأردن وهذا كان قرار من 11 سنة من الحكومة الأردنية وإحنا كاريتاس أنا بفتخر أنه كان لنا دور أنه إحنا نتفش ونطلب بهذا القرار أن يكون في نسبة 30% لـ 50% من أي مشروع بيجي لأخوتنا السوريين موجه للأردنيين وهذا اللي نجحنا فيه كأردن أنه المشروع يقبل لكن بنسبة مئوية من 30% لـ 50% لأبناء البلد اللي هن أكيد متضررين اللي هن أكيد تأثروا من اللجوء السوري وقبلها اللجوء العراقي وقبلها اللجوء الفلسطيني يعني أكيد لكن إحنا اليوم ما فينا نسكر باب الرحمة ونقول هذا سوري وهذا عراقي وهذا لبناني وهذا فلسطيني المؤسسات الإنسانية بتخدم الجميع أو حتى كمان كمؤسسة مسيحية يعني ترأسها إدارات مسيحية كنسية كمان أنتم ما بتميزوا بين المساعدات يعني لما أنتم بتقولوا رحمة وإنسانية بغض النظر مسيحي أو غير مسيحي أكيد لأنه لأنه تحكي مجتمع أردني يعني وإحنا نسيج موجودين بهذا البلد برضو كمان المساعدات المؤسسات الأردنية والحكومية والغير ربحية كمان بتساعد أشخاص تاني لكن هناك من يتهم بقولك أنه هدوا لك إلهم مؤسساتهم ونسبة كبيرة أكبر من إحنا إحنا جمعية واحدة إحنا كم من جمعية قاعدة عم بتساعد مجتمع أردني فهل بالأولى أنك إنت لما بتقول تلاتين لخمسين يعني ما تكونش لنا تكون تلاتين منازل يعني ما تكونش لخمسين لأنه إنت حددت النصف صح فنسبة عدد السكان بين إسلام والمسيحي إحنا منكون نسبة أقالية بس أنا لازم كمان نوضح أنه التمويل اللي بتحصل عليه كاريتاس ما بتحصل عليه من الكنيسة يعني هو مش من الكنيسة لأبناء الكنيسة هو من جهات مانحة دول لصالح الخير العام وهي كاريتاس هاي كاريتاس عالمية هذا لازم نبهو ونحكو للناس عشان تفهم لأنه بتفكر إنه هذا مال كنسي لازم يتوجه للمسيحيين من أبنائها يعني هلا إنت قلت لنا إنه جزء من المساعدات أو المنح اللي بتوصل لكاريتاس هي جزء من الدول بغض النظر لما بتساعد الأردن بس بتقول بتساعد جمعية الكاريتاس وهي جمعية الكاريتاس اللي بالأردن تساعد الشعب الأردني المحتاج إذا كان في تهجير إذا كان في سوريين إذا كان في عراقيين فلسطينيين بغض النظر مسيحي أو مسلم فهذه هي شروط المنح شروط المنح والمانح بدي أرجع أكرر إحنا مؤسسة كاتوليكية ومؤسسة تتبع للكنيسة الكاتوليكية ومقر إدارة كاريتاس هي بمدينة الفاتيكان نعم لكنها هي تعمل من أجل الخير العام وهذا واحد من شروط الرقابة علينا الخير العام وليس الخير الخاص والمانح مش الكنيسة المانح هي يا كاريتسات مانحة يا دول بتعطي كاريتاس ضمن شروط وإجراءات عشان إحنا اليوم هاي شهادة الكنيسة في المجتمع هي كاريتاس نعم نحنا بنحكي إنه مش نحنا بنحكي عالمياً كاريتاس هي الزراع الاجتماعي للكنيسة الكاتوليكية في المجتمع وليس في الكنيسة نعم أنا بدي أوضح إنه هون نحنا ذراع الكنيسة في المجتمع نعم فنحنا لما نقدم بالمجتمع بنعطي شهادة الكنيسة لأنه معروفة كاريتاس من خلال شكلها ومنطقها ورحليتها وشعارها إنها تتبع للكنيسة نعم فهي شهادتها في المجتمع بدي أسألك السؤال هذا السؤال إداري هل النظام الإداري أو الهيكل الإداري بكاريتاس مركزي أو غير مركزي يعني قلت لي 22 مركز ممتشرين في الأردن هل بيدبعوا نظام الأم اللي هو بعمان أم كل واحد إله جزء من الحرية في التصرف يعني مثلا اللي بالفحيس وبمادبة والمفرق وبالجنوب وبالشمال فكاريتاس في هذه المناطق هل بيكون قرارها في المساعدة قرار لا مركزي أو مركزي برجعوا للإدارة الأم لأنه في معوام مثلا أنا بيحكوا لك إنه بدي أساعد دس الإدارة بتقول إنه إشي تاني فمعلش نفهم هذا لأنه هذا واحد من الأسئلة أكيد هلأ نحنا اليوم الأنظمة والتعليمات اللي بيستنموها مشرفين المراكز هي ثابتة واحدة نعم أكيد لأنه في نحنا الإدارات هي موجودة بعمان هي تشرف على عمل كل المراكز بالمملكة نعم هلأ أكيد أنا برجع بكرر الأخطاء الفردية نعم الأخطاء الفردية بحكمنا على الشخص بحكمنا إذا نساعده أو ما نساعده هذا بيحتمد يعني هذا مع الأسف يعني أنا بحكيها يعني إذا اليوم كان في أخطاء مني حتى أنا شخصي أو من أي موظف بكاريتاس هو خطأ شخصي مش خطأ المؤسسة نعم هو حكمي على الحالة مش حكم المؤسسة نعم على الحالة وهذا حالة طبيعية صراحة يعني أنا يعني موجودة بكل مؤسسات الدنيا بالشركة بالبنك بالشارع بالعيلة بالعيلة صح مظلو مرات من غاوز مع ولاد أكتر من ولاد تاني طبيعي يعني أنا بحكي اليوم حسب القناعة يعني القناعة أو حسب لإنسان صح هذا مع الأسف يعني هذا إشي يعني مش مش إشي نموذجي ولا إشي إيجابيا نعم لكن هذا موجود نحن بشر يعني لكن لغاية اللحظة هاي هي إدارة مركزية نعم هي بتوزع حجم المشاريع على المراكز بالمملكة بناء على ما هو موجود بين إيدينا نعم وبصير في رقابة على المشرفين المراكز لكن مع الأسبب رجع بحكي لك في أخطاء أكيد في أخطاء موجودة بتم التعامل معها بكل محبة واحترام يعني ولازم أشيد كمان بمشرفين المراكز اللي بيعملوا مبادرات وبيشتغلوا هن حتى يخدموا أكتر المجتمع مش فقط بالإمكانيات المتوفرة بالمركز نعم ممكن حتى بالعلاقات الشخصية حتى بالعمل الجماعي مع مجموعات موجودة بالمنطقة الفلانية وبيقدروا يخدموا الناس لكن كإدارة هي إدارة مركزية إدارة مركزية نعم واعل في سؤال كمان نتوجه إنه قديش سلطة الكنيسة على قرارات كاريتاس في الأردن يعني هل بتدخل الكنيسة في قرارات كاريتاس خاصة في موضوع التوظيف في موضوع إنه توجيه المساعدات لجهات معينة فمدى السلطة في قراراتك قرارات الجمعية بدنا نحكي على الهيكلية نعم الموجودة بكاريتاس بكل العالم نعم نعم اليوم 182 فرع كاريتاس بالعالم نعم نحن عندنا هيكلية ثابتة نعم يعني ما بيغير هالأشخاص مش المدير صاحب العلاقة نعم ولا مطران صاحب علاقة اللي بحكم الهيكلية هي نظام معتماد من الفاتيكان رئيس مجلس الأساقف الكاتوليك لأي بلد هو رئيس كاريتاس نعم واليوم نحن عم نحكي عن سيدنا البطرق سيدنا البطرق نعم إنه مجلس الرئاسة بتكون من الأساقف الكاتوليك الموجودين بالمنطقة نعم بالحالة تبعت كاريتاس الأردن هو بعضاء مجلس الرئاسة مطران اللاتين بحكم موظيف نعم مطران روم الكاتوليك مطران السريان الكاتوليك مطران الموارنة ومطران الأرمن الكاتوليك هدول بشكله مجلس الرئاسة بيعين كل مطران عضو مندوب عنه بكريتاس بنسميها هيئة إدارية اللي بتعمل مع المدير ومع فريق إداري موجود داخل المؤسسة على العمل مع بعض في روح الفريق هلأ انت سألت قبل على تأثير الكنيسة على الكريتاس نحن عم نحكي عن علاقة فيها كتير تشاركية وتكاملية مع الكنيسة نحن ذراع الكنيسة بالعمل الإنساني توجيه سيدنا البطرك زي ما صار قبل شهر وكان بزيارة لأنه هو وجه وحكى مع كل حدا مش مع المدير حكى مع الفريق الإداري مع الهيئة الإدارية هو حط برؤيته وكلامه استراتيجية للمؤسسة كيف لازم يتكمل الأساقف وعلاقتهم اليوم نحن بالأردن عندنا مطران اللاتين ومطران الروم الكاتوليك اللي فيه تواصل بشكل دائم معاهم نحن نحترمهم نحترم توجههم لكريتاس باقي الأساقف موجودين بالأراضي المقدسة ممكن مرات نلتقي معهم مرة بالسنة حسب الظروف هلأ مع الأسف وقت الكورونا ما قدرنا نلتقي لكن تأثيرهم إيجابي يعني أنا جدا صريح وولا مرة هني تدخلوا أو وجهوا مساعدات كريتاس تروح لجهة أو جهة لا لازم أحكي الحق بعد تصلي 21 سنة بكريتاس 15 سنة منهم أنا مدير المؤسسة كان كل التعاون كل المحبة ورافقونا بكل احترام بحكيها بكل صدق لأنه كانوا سبب مهم وأنا بحكيها بأمانة بنجاح المؤسسة لأنه هاي المؤسسة كانت مؤسسة صغيرة قبل 15 سنة احنا كنا 18 موظف وكان عنا مركزين بعمان اليوم احنا 370 موظف وعنا 22 مركز بكل البيتر ان شاء الله يعني يعطيكم العافي يعني هذا إنجاز كبير يا أستاذ وائل في بعض الأسئلة كمان طبعا في أشخاص أخي يعني كتر سألوا نفس الأسئلة اللي احنا سألناك إياها لكن أنا بحب كمان بوجه لك التحية سعاد مخيل صباحكم نور وماجد العباسي صباحكم نور ديالة ميمون وسعاد مخيل كل عام تبخيت جوليا مريا وأيضا ماجد البير مش عبير البير ويولا حتر وعلى الريحاني كلهم بصبحوا عليكم بتملنا لكم نهار مبارك وخدمة رائعة وأشخاص كثر وكمان يشهدون بعمل كاريتاس في الأردن وبمساعدات جيهان شكري مجدولي الحددين ورشا بقاعين ماجد البير طوبة للرحمة في أنهم يرحمون وأمين يا أخت ماجدة من أوروبا هذه الأخت ماجدة بظلها متابعتنا وصديقة البرنامج جمال حداد وأيضا رزان صباحي كنور مجدولين حددين وجمال حداد السؤال أعتقد أنه جاوبنا علي أستاذ جمال وأيضا أم عادل النمري وكثر يسعد صباحكم منهتم في أسئلتكم أكثر إحنا وأم طالق أكي يا أم طالق صباحكم نور صباحكم الأشخاص اللي عم بصبحوا علينا وكمان شاهدوا عمل وإنسانية كاريتاس في حياتهم الآن السؤال اللي بدي أوجه لك يا أستاذ وائل يعني واحد من الأسئلة لما مثلا بيشوفوا طبعا الناس هي بعادتها يعني تنتقد لكن نحنا بدنا نوجه هاي الانتقدات بأسئلة ونتا تجاوب عليها حتى يظل المشاهد والمتابع والمراقب لأنه احنا عنا كثير حولينا مراقبين يظلهم يطلعوا علينا هذا عمل هيك وهذا سوى هيك لما بيسمعوا إنه هذا الكتاب تم طبعته عن طريق كاريتاس وهذا الاحتفال تم تغطيت العشة تبعه عن طريق كاريتاس وهذا الاحتفال مثلا الكنسي أو غير الكنسي تم تغطيته عن طريق كاريتاس فهل كاريتاس يعني موجهة للمساعدة في هايك أمور خاصة مثلا بقولك إنه كتاب للكاهن فلاني وكتاب لسيدنا كذا وكتاب لسيدة المدران مثلا أنا طباعة الكتب هل هي أيضا كمان تدخل بالمساعدات الإنسانية؟ هلا نحنا كنا حكين من قبل إنه نحنا عبارة عن مجموعة مانحين كل مانح بيغطي جزء من أنشطة كاريتاس ضمن إجراءات وتعليمات ورقابل أنا في معلومة لازم أحكيها لأنه هي مهمة لمن مهتم بكاريتاس إنه نحنا المانحين بكاريتاس من عشر سنوات كان في قرار داخلي بكاريتاس؟ بكاريتاس؟ نعم أوكي خليلي إياها على الخط هلا بس أن نخلص الجواب هلا نحنا اليوم عنا المانحين نحنا من عشر سنوات طلبنا منهم إنه يكون في ممثل عن كل مانح موجود بمكاتب كاريتاس وهو يهتم بالتفاصيل تاعت أي مشروع ينفذ بكاريتاس ولبوا النداء اليوم خلال السنوات الماضية عنا عشر مانحين عشر ممثلين للمانحين موجودين بمكاتب كاريتاس بيشرفوا على الحجم الأكبر من عمل كاريتاس من كل النواحي مع القسم المالي مع شؤون الموظفين مع القسم اللوجستي مع المشتريات المانح هو جزء من هاي اللي جان وهو واحد من الأشخاص بأخذوا قرار نعم وهاي نوع كان من الشفافية اللي كاريتاس الأردن مميزة عن كل كاريتاسات المنطقة إنه قلة المانح يكون جزء من العمل وموجود في مكاتبنا وبيداوم معنا وبشرف على العمل وأنا بظن إنه سبب نجاح كاريتاس واستمرارها بهاي المسيرة الطويلة بهذا النجاح هو سببه إنه المانحين موجودين معنا بمكاتبنا وبينزلوا على الميدان معنا وبشرفوا على الجزء المهم بالمشروع بيشرفوا عليه هني وهذا أكيد إشي بيعززنا لأنه وبيخلينا نكون فخورين إنه عملنا هاي الخطوة بالوقت اللي كتير بواب بالعالم كله تسكرت قدام المانح إحنا فتحناها معلش الأستاذ والبلاش نتأخر على جود جود هي اللي جابت الأولى على رهبات مدرس رهبات الوردية جابت الأولى على بتوجيهي صباح الخير جود صباح النور كيف حالك مبروك الله يبارك فيكي شكرا دكتورة باتنا أكيد طب زي ما كنت تتوقعي نعم طب الجامعة الأردنية مبروك مبروك حبيبتي ألف مبروك لإلك وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق شكرا شكرا كل شكرا كل شكرا بتحبيت تحكي كلمة بهالصباح هلا الطلاب كمان طلاب الجامعات هلا القريبا رح يدخلوا الجامعات ويبشروا الدراسة طبعا يعني هي مرحلة جديدة علينا كلنا وإن شاء الله نتأقلم بشكل سريع مع الوضع الجديد وجو الجامعة يعني إن شاء الله وخليك عتصال يا جود معنا نحنا استضفنا جود حداد بي مبروك يا جود الله يبارك فيك شكرا وأيضا كانت يعني هي وعائلتها ما شاء الله عليها بالتوفيق يا جود إن شاء الله تصيري دكتورة وكما تيجي عند كريتاس نستنعك فيك إن شاء الله يا ربي إيش حبي تخصص لسه صراحة يعني مع السنوات بيبين معي إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله الله يوفرك يا ربي كل شكر شكرا لكم أهلا تسلم يا رب هلا شباب في اتصالات تانيين كمان تحضروها إذا في موجودة لين كمان آه أوكي فضل لا أنا بدي أجاوب على السؤال نعم فضل نعم أحد المانحين اللي نحنا من جلو منحترمو اللي هي عائلة وعائلة فاضلة هي عائلته مسيح أوكي نعم اللي تأسس معها صندوق سميناه صندوق كرم مسيح حتى إذا هن ما بيحبوا نحكي عنه ولا نحكي عنهم لكن هاي شهادة محبة لازم كمان نحكي ضمريا هن أشخاص رائعين وقفوا بمسيرة طويلة بخدمة رائعة هذا الصندوق صار فيه شراكة بين كاريتاس ومطرنية اللاتين وعائل تمسيح نعم هذا الصندوق موجه لدعم أنشطة رعاوية نعم من خلال هذا الصندوق نحنا استطعنا أنه نغطي الأنشطة اللي حضرتك ذكرتيها إذا كان إشي برعية أو طباعة كتاب لمطرن أو لكاهن يعني المصاري مش مصاري بس للمانكين للإنسان يعني المعمل الإنسانية يعني هذا صندوق منفصل هذا صندوق منفصل وصندوق موجه لهيك نوع من الأنشطة ويتاخذ الموافقة من عائل تمسيح حتى نحنا نتم أنه تنفيذ المشروع يعني بإدارة كاريتاس بشراكة مع المطرنية اللاتين وكمان بشراكة مع التمسيح اللي هي معنية بهاي المواضيع فإذاً هذا صندوق خاص لها نوع الأنشطة إذاً هل هذا جواب لا لا طبعاً أكيد لأنه مش يعني بدون هاي ما عنا إمكانية كاريتاس عم بتعمل عشا وكاريتاس عم بتطبع كتاب ففي سؤال آخر أيضاً عن الحركة المسكنية في جمع الكاريتاس هل أبو جهلك يا بس نصبح على لينا زريقات يسعد صباحك دكتور يسعد صباح صباح النور حبيبتي طلع لك طب إن شاء الله حبيبتي طلع لك طب برافو ماشاء الله جابت مية بالمية برافو برافو لكن اي جي كانت وكانت خايفة من الموضوع التنافس التنافسي يا لينا الحمد لله كانت نتيجة من كان عنا امتحان مفاضى ليوم التامين بالجامعة الأردنية نعم وكانت نتيجة منه أخدوا أعلى ناس جابوا العلامات طلع لهم يعني طلع لنا طب تنافس بس صراحة غير كتير من زملائي وزميلاتي جابين معدلات عالية بس وقدموا الامتحان بس يعني ما جابوا من أعلى ناس فما طلع لهم طب تنافسي لقلكم انتو جماعة الاي جي اللي بنسميها الشهادات الأجنبية عملو لكم امتحان ونتيجة الامتحان هي لحددت قبولكم تنافسي في التخصصات المراد نعم صحيح بالزبط اللي بتريدوها بالزبط ايوة فانت ما شاء الله يعني نجحتي كمان كأنه عندك امتحانين كانت توجيبي الحمد لله ما شاء الله عليك وجبت مية كمان ما شاء الله شكرا شكرا لكثورة الله يوفقك يا رب ونشوفك يا ربي احلى دكتورة يا لينا وتفرحي مجتمعك وكنيستك وأهلك وأيضا هاي كمان ايش واقل تخرج طبعا شو بدنا احلى من ايه هاي في دكتورين هلا ان شاء الله ان شاء الله يستمر ليه المستقبل يا استغراء عشان الدايمومة فالف مبروك ويا ربي توفق إيالينا وإن شاء الله بتظلك عتواصل معنا يعني وتخبرينا عن أمورك أكيد أكيد بصراحة حابة أوجه رسالة للأصغر مني سنة أنا الطالب الأصغر مني سنة حلو تضل بالأنظمة الأجنبية كافة يعني لأحكي لهم أنه أنا حاولت وأنه الامتحان زبطت بس يعني بدأ أنه أدعوهم أنه يضلوا يحاولوا لحتى يرفعوا عدد نسبة المقاعد التنافس في الجامعات وضلوا حاولوا لا تتعبوا لحتى يصير بالنهاية إن شاء الله مساوى وشكرا يعني حبيبتي تسلم يا رب شكرا لإلك شكرا يا لينة حبيبتي صباحك نور هذولي كانوا عم بيعانوا بمشكلة وكتبناها أنه ما بيطلع لهم التنافس على المقاعد إلا بامتحان والامتحان المفاضل يعني وهلا شهادات أجنبية جاي بمية من مية يعني بكل المواد بلس وزيادة بطلع لهم اجتنافسي زي اللي التوجيهي فبطروا يعملوا امتحانات فكانت تطلب لنا أنه نكتب عن هذا الموضوع أنه يعني يعطوهم شوية زي مبول حقوق فان شاء الله لقدام بصير في لهم حقوق كمان من دون هذا الامتحان لأنه هي بتقول لك أنه في ناس كتير يعني كان عندهم مية من مية وما طلع لهم بالمفاضل لأنه مجابوش مية كمان بالامتحان ربنا كريم لمراد لكل الطلاب والطالبات وعلى مقاعد الدراسة وكمان هاي نصيحة المحاولة والجد والاجتهاد في الدراسة واقل بدي أسألك بخصوص هلا حكيت أنه أنت هلا الموجات التهجير والنزوح وكمان أيضا كمان من التهجير من المحافظات كمان يعني بعض وقت فيه كمان وضع إنسانية طبية جائحة كورونا إجت بعدين يعني بغض النظر أنه ابعد كورونا كان فيها الوضع مع الكورونا كيف كان التحدي خاصة أنه إجا بشكل مفاجئ صح وكانت في ميزانيات مرصودة ومنح محطوطة لنظام معين هلا مع كورونا شو اللي صار هلا أكيد كان التحدي مش لكاليتاس الأردن هو لكل العالم كانت تحدي كبير نحن أعتقد أنه نجحنا أنه باستمرارية تقديم الخدمات تحديدا الطبية نعم لأنه بالوقت اللي كان البلد مسكر يعني الحكومة الأردنية مشكورة أعطت تصريح خاصة لكاريتاس نحن تحركنا مع شركات كان في عنا عشر تلاف مريض لازم يحصلوا على الأدوية المزمنة ونحن استطعنا من خلال شركة توصيل اتعاقدنا معها وصلنا لثلاثة شهر شهر ثلاثة أربعة خمسة حتى ستة وصل لبيوت الناس لعشر تلاف مريض وهذا كان إنجاز كبير لكاريتاس وصلهم أدويتهم المزمنة اتعاوننا مع بعض المستشفيات للحالات الطارئة اتعاوننا أكيد مع وزارة الصحة اتعاوننا مع وزارة التنمية الاجتماعية اتعاوننا مع الهيئة الخيرية الهاشمية اقدرنا خلال الفترة فترة الأزمة وبالتعاون مع مكتب الرجاء المسيحي أنه نوصل مساعدات لخمسة تلاف أسرة من خلال الرعاية المنتشرة بكل المملكة وهذا كان إنجاز كبير صراحة وأكيد كل الشكر لكل الناس اللي ساهمت بالحملة اللي أطلقها مكتب الرجاء المسيحي مع كاريتاس يعني ونحنا وقدرنا نغطي أكيد كانت سنة صعبة لكن أنا بعتقد كانت سنة رائعة لأنه صار فيها كتير من العمل الجماعي وروح أكتر المحبة للناس يعني في سؤال هوني تحية من فايز مساعدة تحية محبة وتقدير الإنسان رائع سيد وائل اسليمان فأنت من صناع أصحاب الأمجاد لأن لك قلب رقيق الوردي وإرادة ولا تغذل يا صلبك الفلاد ويد مفتوحة كالبحر وعقل كبير كالسماء لذلك قدت الكاريتاس باقتدار كل التوفيق والنجاح نتمنى من الله وأيضا هناك سؤال قوانين الكاريتاس هل تطبق كما هي بالأردن في باقي البلاد لأني حسب ما أرى كاريتاس الأردن من أقوى المؤسسات على أرض الواقع مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق دائما مرلين الحدوى من الأراضي المقدسة وهي كمان عم وهي من دومتنا بالأراضي المقدسة مرلين الحدوى وأيضا هناك صباحكم بارك ويعطيكم ألف عافية جوك ونشاطاتكم كثيرة والأستاذ وائل ربي يباركك والدكتور أيضا ربي يباركك ويوفقكم أيضا في مهامكم الكثيرة وأيضا السؤال ندى حداد يسعد صباحكم أوكي التعقيم جميل فنحن ردينا على بعض الأسئلة كانت تسأل إيش عن العمل المسكوني نعم فهلا أنا بدي آجي على العمل المسكوني طبعا لما حكينا عن جائحة كاريتاس جائحة كورونا عملنا كاريتاس جائحة نعم للمساعدة كيف علاقتكم مع الكنائس الأخرى مثلا أنتو حكيت أنت في مجلس كاثوليكي صحي فعلا ما بتقول مع الكنائس فإحنا كمعنا لنا الكنيسة الأرثودوكسية اللي هي بتشكل نسبة كبيرة من المجتمع المسيحي بالقدون فكيف علاقتكم مع الأرثودوكس هلا إحنا نحكي توجهات كاريتاس عالميا مش توجهات رأي مدير كاريتاس أو موظفين بكاريتاس نحنا منحكي توجه كاريتاس العالم وموجود بقلب مدينة الفاتيكان نعم اليوم نحنا إيش في عندنا اليوم مبارح واليوم بمدينة الفاتيكان نعم شوفي ما في مدينة الفاتيكان الكاثوليكي هو قلب مفتوح للجميع نعم واليوم الوصية الوحيدة اللي مفروض نشتغل عليها كلنا دون استثناء ليكونوا بأجماحهم واحدا أنا أظن أنه العمل المسكوني اليوم نشاهده بث مباشر من الصبح من قلب مدينة الفاتيكان قداسة البابا مع البطرك المسكوني مع رئيس أصاقفة كانتر بيري نعم أنه مع وجود لكل ممثلين الكنائس بالعالم موجودين بمدينة الفاتيكان مع شيخ الأزهر اليوم كمان أنا بحكي اليوم هذا هو النموذج اللي مجبورة كاريتاس عالميا تشتغل عليه هو مش رأي فردي مش رأي شخصي هو نظرة مؤسسة عالمية للعمل المسكوني اليوم مظبوط نحن مؤسسة كاتوليكية مجلس الرئاسي هو الكنيسة الكاتوليكية لكن الكنيسة الكاتوليكية هو الكنيسة المنفتحة على الجميع نحن تربطنا صداءة مع الكنيسة الأرثوديكسية عمل مشترك بالميدان مع بعض لصالح الخير العام أنا بكررها لأنه هذا الإشي أنا بشعر هاي هي رسالتنا الخير العام الخير الخاص سيقتلنا يوما ما لأنه راح نظر نشتغل لأنفسنا وبعدين مننتهي الخير العام أنت دايما فيه استمرارية وبعدين أنت لن تصليله لأنه بس نوصله بتكون خلص انتهت الحياة على الأرض فأنا بحكي هو السعي وراء الخير العام هو اللي عم بخلينا نربط جسور محبة واحترام وعمل مشترك وتنصيق مع الجميع مع الكنيسة الأرثوديكسية تحديدا وهي كنيسة الأكبر مع الكنيسة الأسقفية العربية مع بائل كنائس دون ما أسميه مع كل احترام ومحبتي نحن فيه تواصل وفيه عمل مشترك بحسب قدرتنا والموارد الموجودة عندنا وإمكانياتنا يعني أنا ما بحكي أنه نحن مؤسسة نحن مش الأفضل يعني وهذا إشي لازم أعترف فيه وبعترف فيه دايما نحن عندنا أخطاء كتير وقلصنا الأفضل لكن حقي أحكي إحنا مميزين نحن مش الأفضل بس إحنا مميزين لأنه لازم أعترف بجهود 55 سنة لمن يعني أنا بعطي مسأل صغير يعني وهذا الإشي أثر فيي يوم الخميس أنا كنت مع الأب شوقي بطريان نعم بافتتاح لوحدة علاج طبيعي بجمعيته السمو البوكم بالمفرع نعم مركز سيدتي السلام كان عم بفتتح هاي الخدمة الجديدة داخل جمعيته السمو البوكم بمدينة المفرع مدير جمعية السمو البوكم بكلمته حكى جملة أثرت فيه حكى سنتي الثلاثة وسبعين وهي السنة اللي أنا نولدت فيها الأب منويل صوالحة اليوم هو بالسماء سابقنا وكان كاهن رعيتي لأني أنا ربيت عنده بكنيسة مار يوسف أبونا منويل صوالحة بسنتي الثلاثة وسبعين كان عم بفتتح بالبادية مركز لكاريتس وكان مدير جمعيته السمو البوكم إيده اليمين عم بيساعده لإفتتاح هذا المركز لكاريتس بالمفرع وأكيد لما الشخص حكى هاي الجملة يعني أنا شعرت هناك بالفخر أني أنا جزء من هاي العيلة اللي بسنتي الثلاثة وسبعين كانت تعمل بالصحراء بهذاك الوقت يعني يا الله فبرجع بكرر عن موضوع الخير العام يعني لما شخص بحكي هاي الشهادة يعني أكيد بيأثر فينا أنه مسيرة خمس وخمسين سنة نحنا اليوم مؤتمنين على هاي الرسالة ورح يجي من بعدنا ناس يكملوا هاي المسيرة وأكيد لازم يكون منفتحين لأنه نحنا بلدنا كله بلد خير والشغل مع بعض بيعطي ثمار أكتر أكيد يعني بصراحة أستاذ وعلا لما أنت ذكرت لي وقلت لي أنا مو دولة أنا يعني جمعية يعني مؤسسة مع الجمعيات الأخرى كشاركية تنقدر الخير العام اللي عم على كل البلد أو الشعب بالأردن نحن عم نحكي لأنه عم نحكي عن كريتاس الأردن طبعا في كريتاس بكل بلاد مزبوط الخير العام بغض النظر بس بصراحة الإدارة بالأردن هون تختلف عن كل الإدارات بمحبتها بشفافيتها بإنسانيتها بعطاءها طبعا هناك انتقادات هناك كثير في شكاوي هناك اللي ما وظف وظفته ما هذا وددخلات من هون ومن هون وضغطات وإرغام وإلى آخره موضوع التوظيف وهيك ونحنا شاهدين عليه يعني ليش ما وظفوني وظفوا فلان وما وظف كذا أو مثلا في وظائف مفتوحة في الكريتاس ليش أخ الخوري هذا وأخت الخوري يعني فما عشان هيك الضغوطات هذي عليكم يعني موضوع التوظيف وموضوع المساعدات من هاي النواحي قديش عم بيتأثر على وائل سليمان أحرجتك سكري وضغط وعدم تنظيم دقات القلب لا 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 هي الموضوع يعني أنا بحكي صراحة أكيد الأشخاص يعني أنا بحكي غاندي كان يقول الحقيقة ثلاث نعم حقيقتي وحقيقتك والحقيقة يعني أنا بحكي دايما الحقيقة إش كتير كبير يعني إحنا ما منعرف يعني أنا بحكي مش عالحقيقة المطلقة نعم لأنه الله هو الحقيقة المطلقة أنا عمالي بحكي هون عموضوع تاني عموضوع بشري نحنا عنا أراء مختلفة أنا بشوف الغرفة هاي من منظار معين حضرتك بتشوفيها من منظار تاني وحدة تالت بشوفها من منظار تالت يعني فالحكم على الأشياء مش دايما صح صراحة وبعدين أنا بحكي إشي لأني أنا بعرفك وأنت صديقة عزيزة لو الشخص بدو يستنى الأشخاص ويحلل لهم ويبرر لهم وتستني منتقدينك ما تطورتي وما مشيتي وما اشتغلتي تضيع الوقت بالجواب على كل أسئلة الناس هو ما رح يخلي مسيرتنا تمشي أنا بحترم كل الناس وكتير من التساؤلات بتيجيني على الموبايل وبجاوب على اللي بقدر عليه حتى إذا الناس مش دائما بيقتنعوا لكن اليوم أخو كاهن أو أخت راهبة لا يحق لها العمل بكاريتاس طبعا لا لأنه هي منفصلة عن أخوها وعن أختها هيد هو شخص لازم يقدم وظيفة لكاريتاس نحن في عنا لجنة توظيف بكاريتاس هلا الناس بتصدق أو ما بتصدق ما بعني لي لكن هاي اللجنة أنا مش جزء منها وأنا ما بتدخل فيها لو بتدخل فيها شغلت أختي أختي الوحيدة كانت تتمنى أنها تشتغل بكاريتاس وأنا رفضت يعني أنا حمد الله العيل صغيرة ما فيهاش حدا بكاريتاس حمد الله بس أنا بحكي اليوم إنه فيه لجنة للتوظيف وهي اللجنة فيها كفاءات كبيرة وأنا بحترمهم وبحتنم رأيهم وبحياتي ما تدخلت ولا أجبرتهم على حدا هن اللي بيقرروا حسب الكفاءات اللي موجودة فيه أخطاء فيه أخطاء خني أكرر نعم بكل الدنيا فيه أخطاء وفيه حكم خاطئ بقرار من شخص هذا طبيعي جدا بس بشكل عام لما الأشخاص بنطقدوا أو بحكوا معي أو بيقولوا ليش فلان وليش علنتان إذا عيننا هذا الشخص الثاني رح يحكي نفس الملاحظة عشان هيك إحنا وإحنا بنرجع بنكرر إحنا جمعية بجوز بخلال آخر عشر أو اثناشر سنة درنا نعين من ثلاثمائة لأربعمائة لخمسمائة شخص بين اللي دخل وغادر يعني كاريته هاي قدرة المؤسسة يعني فعلا ولا يمكن ترضي الناس ولا يمكن ترضي الناس أبدا أبدا أرضاء المسأل لسا الأسوأ إنه في مناطق جغرافية نحنا توجهنا لإلها لنتقديم مساعدة نعم كان الجواب لإلنا أو بتساعدوا الكل أو غادروه لنناش مساعدة فهي مرات صح مضموطة بس هاي صعوبات جزء من مسيرة المؤسسة زي ما هي أرضاء الناس غيرهم لا تدرك أحيانا وائل في كتير من كتاب نعم يلا كتير في من كتاباتك يعني وإحنا بنا ننهي هون الحلقة يعني قبل الله كتابات كانت تحمل شوية في شيء أمل وشيء شوية إحباط هل وائل أوقات بيوقع بها كي مطبات الإحباط طبعا أكيد هو القصة إذا في يوم إنه أنا من فترة طويلة بطلت أكتب الكتابات هي الكتابات هي هو حالة شخصية مش حالة مؤسسية يعني أنا بظن إنه ربطي بالمؤسسة هو فقط وهذا حقي أحكي فقط بما تعمله كاريتس نعم لكن الأشياء الشخصية الشخص بده يعبر مرات لأصدقائه لأنه هني الحمدلله على الفيسبوك أصدقائي قليل قليل جدا الحمد لله. يعني متلهم فلتر ولا هيا لانه اكيد ثلوبات صداقة عندك في كمياتك في صفة. لانه احنا يعني انا مع اصدقاء لما بتشاركي حالتك النفسية بهديك الفترة الاشخاص فهمينك يعني هي مش مرتبطة بالعمل لكن اكيد في لحظات من الاحباط اكيد في لحظات من التعب اكيد في لحظات من الارهاق مسيرة الحياة مش سهلة مش بس للناس كمان لقلنا اللي احنا بالمؤسسة وحتى لقليك كمدير هي المسئولية اللي حوال دائماً أهرب منها وأنا تحملتها وأنا بحكيها لا بأريحية أنا تحملتها محبةً بمؤسسة كاريتاس ومحبةً بالكنيسة ورسالة الكنيسة أنه إحنا دخلنا ومش لحالي لأنه لا يمكن أنا كان عندي دور بسيط بالمؤسسة وكل موظف المؤسسة هو عنده دوره أنا بتذكر المقابلة اللي صارت معي لأكون مدير كاريتاس أنا نسألت سؤال إنت داخل على سفينة تايتانيك غرآني هذا كان السؤال لي موجه وإنت اليوم بدك تسير القبطان كيف ممكن تنقذ التايتانيك فأنا فكرت إنه إذا أميركا بعظمها ما أنقذتها عبلت بس فيلم ما أنقذتها أنا حكيت أنا رح أفوت على كاريتاس أعمل دوري 100% وأساعد كل شخص موجود بهاي الباخرة يعمل دوره 100% هاي الباخرة ستسير على سطح المياه بس ما رح تركب أجنحة وما رح تطير قدرتها إنه تمشي فقط على المي وأكيد بمساعدة ربنا ومحبة كل الناس اللي بي كاريتاس وزائد أخطائنا وفشلنا كانوا سبب بالنجاح اللي أسننا نعم نعم وائل يعني الحديث يعني ما معرفت كيف الساعة مرت بصراحة يعني وإن شاء الله ما يعني كتير ضغطنا عليك بالأسئلة لكن هي بعض الأسئلة زي ما قلت لك نحنا هي جلسة صراحة طبعا وليست هي انتقاد أو شي يعني سامحنا إذا يعني الأسئلة كانت مباشرة بخاصة بمواضيع اللي عم تدولها الناس صح وانت بالفقالاري ولازلت انت بالفقالاري كمان الله من الجهلهم التحية كمان يعني كبرنا معهم أولادنا كبيرات كمان معهم يعطيك العافية يا أستاذ وائل ويعطيكم العافية على كل المجهودات اللي انتوا عم تقوموا فيها ولي إحنا مشاهدينها يعني وشايفينها كليات على الأرض الواقع يعني ما حدا بينكر كاريتاس وعملوا في المجتمع الأردني وخاصة في خدمة الكريسة كامل عامل إنساني أو روحي مجتمعي هلا الانتقادات موجودة بكل مؤسسة يعني والإنسان إذا بده يطلع على الانتقادات ما رح تستمر تمام يحكي إن الشجرة دائما المطمرة هي اللي ترمى في الحجارة أما الشجرة اللي ناشفين من بده إياها يطلع عليها فبشكرك عوجودك هذا الصواع شكرا أبدا بشكر على محبتك لإلنا كمان لنورسات يعني على هذا اللقاء إن شاء الله من لقاءات أخرى كمان في تغطيات ومناسبات أخرى كمان فعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نحن بنشكر كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا على فيسبوك اللي شاهدوا الحلقة تابعوها إن شاء الله تكون حلقة مفيدة واستفادوا منها في الإجابة على الأسئلة اللي كانت ترودهم ومعرفة كاريتاسكا جمعية في وطننا الأردن وأيضا كمان نشكر كل اللي كانوا على البث المباشر إن كان على التواصل الاجتماعي على صفحتنا على فيسبوك من الأردن الطاقم من الأردن وطاقم من بيروت منشكرهم ومنشكر محبتهم وصباحكم نور شكرا لإلك شكرا 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 مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكن وللجيل البعض ولاد ولادكن من بعد لما تكون تعبان بهمة عندك كلمة ريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي لنم صلاواتي ليل ومير محب وخير موسيقى هي منبر للحرير حدنا بيت المسيحي وعندك كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفي هي رسالة مسكونة مش سياسية ولا حزبي وصوتا للوحدة للك ناسي نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي لنم صلاواتي ليل ومير محب وخير موسيقى 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 موسيقى